السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل الجزء التاني من محاضرة الامبلفير. تكلمنا للمرة اللي فاتت عن تعريف عام عن الامبلفير. واستخدماته. والتركيب الداخلي بتاعه. فهنبدأ ما تكلمنا عن الترمينال بتاعته والترمينال والكارنت. واخدنا الانفيرتينج والصامنج. نبدأ نرد ان شاء الله بالنون انفيرتينج. وده شكل الامبلفير اللي ايم سبعمية واحد واربعين. وده النقاط اللي قلناها نرجع لها سريعا تاني كده. ان واحد وتمانية واحد ده واحد وخمسة افست. وتمانية آآ بنستخدم منهم خمس خمسة وينتز. خمس ترمينال. اتنين انفيرتينج. وتلاتة نون انفيرتينج. وستة اوبوت. واربعة وسبعة البايسنج بتاعه بي دي سي. اربعة بي دي سي سالب. وي سبعة بي دي سي اي. وانا ده الشكل بتاعه. خمسة يوز. تلاتة انيوز. وانا عند الانفيرتينج والنون انفيرتينج. والبوزيتف بار سابلاي والنجاتف بار سابلاي والاوبوت. هنبدأ هنا بالنون انفيرتينج امبلفاير. في النون انفيرتينج امبلفاير. بنبدأ نوصل الكود بتاعنا او الشكل الموجة اللي احنا محتاجين اكبرها. على النقطة البوزيتف. والنقطة بتتوصل من خلال مقاومة على الايه? على الارض. على فهنا على سبيل المسال اللي انا هنا هوصل هنا جهد في جي. والمقاومة ار جي. ده الفي بي. وده الفي ان. والار اف دي مقاومة الفيدباك اللي ربطة الاوبوت مع ايه? مع الامبوت. وده جهد الفي اوبوت. في الاي دي الامبلفاير قلنا ان الجهد الطيار اي بي. اللي دخل الامبلفاير والطيار اي ان اكوال صفر. وانه جهد نقطة البوزيتف نفسه جهد نقطة ليه? النجاتف. يعني الفي بي بيساوي الفي اي ان. سؤال هنا. الار جي ديت. الطيار اللي ما ارى فعب كام? يعني ان الطيار اي بي داخل جهد امبلفاير بصف. يبقى السورس ده هو الار جي دي ده معلقة مش مارف في طيار. مش مارف في طيار معناها ان جهدها كام صف. طيب الفي بي جهدها هو نفسه جهدي مين? الفي جي. يبقى الفي بي اكوال في جي. طيب يبقى الفي ان بيساوي ايه? يبقى الفي ان بيساوي الفي بي بيساوي الفي جي. يبقى هنا الفي ان بيساوي الفي بي بيساوي ايه? جي في غسمة اللي قدامنا دي. طيب غسمة زي دي. مثال زي له اقول اسيوم زت زي بقاش نحن نمبر فير in the circuit shown is ideal. find the output voltage when the variable resistance is set to 60 كيلو اوم. بعد كده how large rx ايه قيمة ال rx? عشان ال operation. فهو هنا اعطاني مقاومة داخلية قيمتها خمساشر كيلو اوم. او مقاومة متوصلة سيرز مع خمساشر كيلو اوم. وفي هنا مقاومة rx. ده جودة صف. ده جودة صفر هنا. والاربعة ونصف. متوصلة مع ليه? مع الجراوند. انا عايز اجيب جهد نقطة الفي بي. دي اجيبها ازاي? لو انا جبت جهد المقاومة rx. يبقى انا جبت الجهد بتاع الفي بي. يبقى انا كده ساوته بالجود ايه? وعند طيار الف. وعند الطيار لو مقاومة في الاربعة ونصف. هطبق الكس ال هجيب علاقة الفي او بود مع الفي او بود. طيب الار اكس دي اجيب جهدها ازاي? الار اكس هيساوي ربعمية ميلي بولت في الار اكس على مجموع ايه الار اكس زيت خمساشر كيلو اوم. اللي هو قانون توزيع ليه الجهود. ليه? لان ما فيش طيار هيمر اللوب امب. فطيار الخمساشر كيلو اوم هو نفس طيار الار ا اكس. يبقى انا جبت الجود والفي بي بيساول ايه? الفي ان. والطيار اللي ماشي في تلاتة وستين. هو نفس الطيار اللي ماشي في ايه? فاربعة ونصف. فلما صأو الطيار اندومت ببعض. يبقى اول او ناكز في ان على تلاتة وستين بيساوي الفي ان ناكز صف على اربعة ونصف. يبقى انا كده ممكن جبت علاقة ما بين الفي اوبوت والفي والار ايه? والار اكس. فهو هنا بقول ليه? عايز قيمة الاوبوت لما تكون الار اكس بكام? بستين. حط الار اكس بستين هجيب الار اكس. بقول لي كان ار اكس بفور. طيب امتى لما يكون مغزي على الجهد الموجب هنا? الامبلفير يوصل امتى? هو على الموجب يبقى خمسة فولت. يعني انت لما انا مغزي على الموجب هنا اشارة موجبة ودخل على الموجبة يبقى يوصله بخمسة فولت. يبقى لو في اوبوت بخمسة فولت يبقى لو يكسب كام? هتعود تجيب كاملة للار اكس. فهنا في البداية هنا جاب علاقة ما بين زي ما شرحنا. وحط الار اكس بستين طلع كاملة الفي بي. بعد كده حط مطلوب التاني. حط الفي اوبوت بخمسة طلع كاملة الار اكس. الجزء التاني بيتكلم عن الديفرنس امبلفير. والديفرنس امبلفير بيوصل جهد على البوزيتف والنيجة. يعني انا عندي موكتين وعايز اجيبي الديفرنس ما بين الموكتين دول. الديفرنس ما بين موجة وموجة الديفرنس ما بين الموكتين دول. ففي عندي جهد على الموجة بفيه جهد عندي على الايه? على السالب. فلو انا هنا ار سي و ار دي. عايز اجيب جهد الفي بي. يبقى جهد الفي بي. هو عبر عن ايه? في بي في ار دي. على ار دي زاد ار سي. بل بي ان بيساوي ال بي 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 ساوي ار دي على ار سي زاد ار دي في ال بي. طيب الفي اوبوت. تمام? انت عايز صوت الطيار اللي هو ماشي في ال ار بي بيساوي الطيار اللي ماشي في ال ار ايه? يعني في اوبوت نقص ال في ان على ال ار بي بيساوي. اي اي اناس في ان على ال ار اي? حسب اlais تافرتها. يبقي كده سويت الطياران مع بعض جبت علاكة البي اوبوت مع ال ايه? مع ال في ايه وال في بي. لو انت حطيت ال ار ايه. طلع ال في اوبوت بيساوي. ار دي في ار ايضاد ار بي على ار اي에. في ار سي زاد ار دي في ال في بي. نقص ار بي على ار اي في في ايه. لو انت حطيت نسبة الار ايه. على الار بي بيساوي الار سي على الار دي. يبقى في الحالة دي ايه او بيساوي ايه? ار بي على ايه في الفي بي ناقص الفي ايه. في الفي بي ناقص الفي ايه. ده في حالة الكونديشن ده. مش شرط انك تحفظ العلاقات دي انت ممكن تثبيتها سامحنا ايه? وانا في المحاضرة اللي فاتت. بتطبق قانون الكي سي ال مع فرض ان الطائرات اللي داخلة للأوب ام بيساوي صف. بتجيب جوت الفي ان. بتسويب جوت الفي بي. اللي هي البوسطف والنيجاتف. وبعدين تجيب علاقة الفي اوض مع الفي ايه ام. مسال زي ده. هو هنا طالب ايه? طالب يحسب الفي. هنا عامل ديزاين. ديزاين اديفرنس امبلو فاير. ديفرنس امبلو فاير رب انت عرفت ان فيه جود على الانفيرتينج وجود عنان انفيرتينج. الجيم بتمانية. موجة بسالب تمانية تمانية فولت يبقى البي سي سي موجة بتمانية والبي سي سي بسالب تمانية. والجيم بتمانية. فانا هنا عايز اعمل ايه? ديزاين. ديزاين. والجيم بتمانية. طيب الجزء التاني. بقول لي لو الفي ايه بيساوي واحد فولت. على نفس الديزاين اللي انت عملته في ايه? عايز قيمة الفي بي اللي ما توصلش الوب امبل ايه? لسه تيغيش. قيمة الفي بي. عشان ما توصلش الايه? الوب امبل ايه? لسه تيغيش. في الحالة ده ايه يبقى عندي الفي اوبوت مرة اصويه بكام? بتمانية ومرة اصويه بسالب تمانية واجيب الفي بي لانها ممكن تكون كما مجابة وكما ايه? سالبة. طيب اول حاجة هنبدأ نعمل ديزاين للمطلوب الاول. فانا عندي الفي اوبوت عبارة عن ايه? لو فرضت ان القيم بتاع ايه على ار بي بيساوي على ار دي. تمام? يبقى الفي اوبوت بيساوي ايه? ار بي على ار ايه. يبقى الار بي على ار بيساوي كام تمانية. بيبي ن през في ايه? يعني قيمة الار بي على الار بي بتمانية. طب احنا في الدزاين هنعمل الار بي على ار اي ازاي? ممكن واحدة حطها باتناشر والار اي بكام واحد ونص. ممكن واحدة حطها بواحد وتمانية. اتنين وستاشر. وده بتعتمد على ايه? بتعتمد على الدزاين يعني الحاجات اللي موجودة في السوق يعني مش كل الاركمات اللي ها متاحة على حسب الحاجات دي هتتحمل الطيار بتاعك اللي مر في الدائرة ولا لا. لان كل المقاومة لازم الطيار بتاعها الباور الماكسما بتاعها. فلازم تشوف الباور ماكسما بتاعها عشان تتحمل الطيار اللي مرة فيها. عشان ما تسخنش. فهو انها في الدزاين انت يعني كنظري كده اي قيام هتمشي. لكن عملي لازم تشوف الايه? القيام الستندر والدائرة بتاحتك. بتاير بتاحت حال اللي بتحمله قد ايه? وتبدأ تعمل دزاين للمقاومات على الشكل ده. فعندك انا ار سي بيساول اري بيساول احلى نص. ار دي بيساول ار بي بيساول اتناشة. فلو خدت قيمة ار ايه على ار بي هتلاقل بيساول ار سي عليه على غذي. المطلوب التاني. انت عندك اوبيد بيساول تمانية في بي ناقص ايه. في بي ناقص واحد. هتسوي مرة بتمانية او مرة بسريب تماني. فحال التمانية طلع ده باتنين. فحال السريب تمانية طلع ده بكم? بسيف. يبقى انت عندك الفي بي ما بين كام? ما بين صف واتنين. ده بتاع. في المسألة ديت ده الشكل ده مباشرة هنعطوه. حطت جودة على الموجب وجودة على السالب وفيد باك مقاومة خمسين. فهنا بيقول لي ايه? لو باربعة فولت. عايز قيمة اللي تخليه في اللينيار يبقى ما بين عشرة وصلب عشرة. طيب انا ايه? هحسبها ازاي? انا عندي بي باربعة. فالفي او بوت ممكن يكون بعشرة او ممكن يكون بصلا بعشرة. يبقى انا هجيب العلاقة بتاعتي. هنا لو لاحظت هتلاقي ان خمسين على عشرة. بخمسة عشرين على اربعة بخمسة. فهنا هو مطبق قانون الار اي على ار بي بي بيصال اقصي على ار دي. من المسألة كده. فيبقى عندي القانون بتاعي عبارة عن ايه? ان الفي او بيصال الار بي على الار اي. في بي ناقص في اي. في بي ناقص في اي. فهنا هيتطبق مرة بعشرة وصلب عشرة. هيجيب قيمة الفي اي. طلعت ما بين اتنين وايه? وستة. المطلوب التاني بيقول لي. لو ان المقاومة عشرين كيلو اوم ديت. بقت تمانية. لو المقاومة عشرين بقت تمانية. احسب احسب قيمة الفي اي. يعني اعيد المطلوب ايه تاني? في الحالة دي هنا ما فيش ما بين المقاومات وبعضها. طب انا هعمل ايه في الحالة دي? هجيب جهد الفي بي. اللي هو الجهد بتاع البوزوتف ده. طب اجيبه ازاي? ترى اللي داخل اللوب ام بصف. استخدم قانون ايه? توزيع الجهد ما بين الاربعة والتماني. والجهد في بي معلوم معاي. اللي هو اربعة. يبقى اربعة في تمانية. على اربعة زيال تمانية اتناشر. جبتة لجوها ده. الفي ان هيساوي POL اقول الطيار ده. طيار اللي ماشي في الخمسين كلو اوم. هو نفس الطيار اللي ماشي في العشرة كلو ايه? او. اطبأ الاصل عند النقطة النقطة ايه ديت. اما اطبق الاصل يبقى لائي ايه بيساوي لائي اف. تمام? يبقى في ايه ناقص تمانية على تلاتة على عشرة. بيساوي تمانية على تلاتة ناقص في او بت على خمسي. خلاص بito عليك وحوانا ترير ما بين الفي اوبوت وما بين الفي اي مرة عوض عن الفي اوبوت بعشرة طلع الفي اي والمرة التانية عوض عن الفي اوبوت بسالة بعشرة طلع الفي اي طلعت الفي اي ما بين واحد واثنين من عشرة وكم وخمسة واثنين من عشرة